يلا فيديو جديد كل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية يا ربي بخير وبسعادة وهنا وسرور هنحضر مع بعض النهاردة الترمس بطريقة بسيطة خالص الترمس الحلو أهم حاجة نسمي الله ونصلى على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد لايك وشير وسبسكريب للكونية علشان يوصل لكم كل جديد هعمل معكم النهاردة 2 كيلو أول حاجة بالجيبية المهم ان انت نقيه أي حاجة مش عجبكش لها على طول هنقيه كويس وبعد كده هنقعه في مياه نقحت المدة ليلة كاملة يعني حطته في المياه كده بالليل قبل ما ادخل انام قمت تاني يوم لقيته بالشكل اللي انتو شايفينه ده الحلة زادت ويعني تتكي عليها كده تحس انه خلاص بدأ يدخل في السوا مهم قوي ان انت تنقعي يعني ليلة كاملة او يوم كامل المهم سيبيه فترة طويلة يعني لدرجة ان هو شرب كمان المياه بتاعته هزود له مياه تاني وبعد كده هسيبه يغليه اول ما يغلي هتلاقيه عمال ريم كده شلي الريم على طول اي حاجة مش عاجبك شليها على طول بعد كده هسيبه يغلي على النور اول ما يغلي معاك هتعدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس دقيق بالضبط وتطفي عليه المهم ان انت اي ريم بيطلع شليها على طول شايفة لحد ما يوصل للشكل ده المياه بتاعته ريئة وحلو خلاص استوى هتسيبيه في المياه السخنة بتاعته على طول يعني عايزيت سيوا كمان كده يفضل فترة طويلة من غير ما يتخيري من غير ما الاشرة بتاعته تتشيل ولا اي حاجة غيرت عليه المدة يومين لكن انت اعمليه خلاص لو انت هتعمليه النهاردة يعني حطينه ملح وزبطيه وكلية على طول بعد كده بقى اهم حاجة يكون عندك علب بغطى محبك كده وتكون كويسة لتنين كيلو اخدوا كسي الملح الصغير ده حطيت شطا وحطيت لمون حطي بقى كمون يعني الناس اللي بتحبي كمون غرائي كده كمون بيكون تعمه حلو لكن انا مش هحط كمون في العلب بحطه يعني اول ما باجي اقدمه على طول كده بحطه بعد كده بقى هنشيله من المياه شايف المياه بتاعته ريئة ازاي المهم ان انت تغيري عليه مرتين كده يعني ان شاء الله لو بين المرة والمرة نصف ساعة هو الترمس الحلو كده ما بياخدش وقت خالص خلاص بعد كده بقى اتغطيه بالعلب وتشيله في التلاجة دي طريقة الحفز بتاعته يعني يقعد فترة طويلة معاك كويس مفوش اي ريحة مش بيتهيري ولا اي حاجة لا السوا بتاعه مصبوط الناس اللي بتهري الترمس كتير بتبص تلاقيه القشرة ثابت وتهرى منك لا يقعد معاك فترة طويلة ان شاء الله في التلاجة ويطلعي اول باول زي ما بعمل كده حطي لمون بقى او كمون وشطة زي ما انت حب عملت في العلبتين علبة حطيت شطة زيادة للناس اللي بتحب الحاجة حرقة والتانية ما خلتهاش حرقة قوي لان عندي كلهم ما شاء الله بيحبوا الترمس وبس كده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص طريقة الترمس طبعا سهلة جدا يارب تعملين ان شاء الله ويطلع كويس معاك المهم ان انت تحفظيك التلاجة لو الفيديو بقى النهاردة عجبكم لايكات كتير قوي 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 وفعلي زر الجرس لشان يوصلكم كل جديد التفاعل يعني بطيء جدا فالحمد لله يلا اشوفكم ان شاء الله على خير مع الف سلامة كل سنة وانتم طيبين